وَهُنَا أَيْضَا مَجْمُوَعَ مِنَ الْأَسْئِلَةِ سَأَخُذُ سُؤَالًا من هذه الأسئلة كثيرة أخذ سؤالًا من هذه الأسئلة السؤال الأول هناك رواية يسأل عنها الكثير وهي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ذكر فيه راية الإمام عليه السلام فإذا هو قام إمام زماننا فإذا هو قام نشرها نشر رايته فلم يبقى في المشرق والمغرب أحد إلا لعنها رواية موجودة في غيبة النعمان وفي مصادر حديثية أخرى فإذا هو قام نشرها إذا قام الإمام نشر رايته فلم يبقى في المشرق والمغرب أحد إلا لعنها ما المراد من المشرق والمغرب؟ هل المراد المشرق والمغرب في كل الأرض؟ ربما ربما المراد المشرق والمغرب في كل الأرض وربما المراد من المشرق والمغرب المنطقة التي تقع شرق الحجاز وغرب الحجاز يعني في منطقة الظهور باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في المدينة أكثر زمان الإمام الصادق كان في المدينة ربما جاء إلى الكوفة في فترة زمانية محدودة قصيرة ونفس الشيء حتى إذا كان هذا الحديث في الكوفة فالمشرق والمغرب بالنسبة للعراقي وبالنسبة للحجاز هو هو نفسه المشارق والمغارب هي هي الأفق متقارب فإما المراد من المشرق والمغرب العموم وهذا هو الذي يبدو يعني في شرق الأرض وفي غربها ولكن الاحتمال الثاني أيضا قائم لن نستطيع أن نرفض الاحتمال الثاني فهناك الكثير من الأحاديث الإمام يتحدث عن المشرق وإذا دققنا فيها وبالقرائن فإنه يتحدث عن مشرق الحجاز عن بلاد فارس هناك الكثير من الأحاديث ولذلك قلت هناك احتمال ثاني بالنتيجة هناك لعن أكان في المشرق والمغرب في عموم الأرض أو كان في المشرق والمغرب في منطقة الظهور حين أتحدث في منطقة الظهور يعني المنطقة التي تنشأ فيها النواة الأولى لدولة الإمام والمراد من منطقة الظهور الجزيرة العربية في زماننا السعودية واليمن ودول الخليج العربي والعراق وإيران والشام بأقطاره الأربعة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وتركيا هذه هي المنطقة التي تنشأ فيها النواة الأولى للدولة المهدوية والتي أعبر عنها دائما بأحاديث منطقة الظهور إلا لعنها فراية الإمام سيلعنها الناس السائل يسأل عن مضمون هذه الرواية هناك عندنا روايات أخرى إذا أضفناها إلى هذه الرواية سيتضح المعنى صحيح هذه الرواية هكذا جاءت فإذا هو قام نشرها نشر رايته صلوات الله عليه فلم يبقى في المشرق والمغرب أحد إلا لعنها عندنا روايات أخرى ماذا تقول؟ من أن هذه الراية ستلعن لماذا؟ لما لقي الناس من أهل بيته لهذا السبب لما لقي الناس من أهل بيته من أهل بيته هل المراد من هذا العنوان المسلمون؟ هل المراد هذا العنوان؟ هل المسلمون عموماً بسنتهم وشيعتهم؟ هل المراد الشيعة فقط؟ هل المراد زعامات هاشمية على مستوى سياسي معين؟ زعامات هاشمية على مستوى ديني معين؟ هذه الاحتمالات واردة ولكن يمكنني أن أقرب الفكرة بمثال داعش الآن بسببها هناك لعنة تصب على كل ما هو إسلامي في العالم داعش من زعيمها؟ أبو بكر البغدادي أبو بكر البغدادي هاشمي أبو بكر البغدادي ما اسمه؟ اسمه الحقيقي إبراهيم عواد البدري من سامراء؟ البدريون منهم؟ البدريون تأريخياً هم من أولاد جعفر الكذاب وهذه القضية معروفة في التأريخ وجعفر الكذاب هو ابن الإمام الهاتي جعفر الكذاب في كتب التأريخ يذكرون له أكثر من مئة ولد في بعض الكتب يقولون كان عدد أولاده يصل إلى مئة وعشرين لا شأن لنا بالأرقام ربما هناك تضخين في هذه الأرقام بالنتيجة عنده أولاد وأولاده في الأعم الأغلب كانوا مع السلطة العباسية مثل ما كان أبوه كانوا يسيرون في ركاب السلطة العباسية وبقوا يعيشون في سامراء والآن إذا ما ذهبت إلى سامراء البدريون في سامراء معروف عند أهل سامراء هم من أولاد الإمام الهاتي وهذا الرجل أبو بكر البغدادي هو من هذه الأسرة من هذه القبيلة هذا هو اسمه الحقيقي أبراهيم عوات البدري هذا اسمه الحقيقي أتعلمون أحد الذين اشتركوا في تفجير العسكريين من هذه الأسرة أيضا حسب المعلومات التي نشرت في حينها كان واحدا من فدائي صدام كان ملازم بدرجة ملازم وعلى الإعلام ذكرت الأسماء وهو من سامراء ويلقب بنفس هذا اللقب البدري في قيادات القاعدة هناك الكثير منهم من الهاشميين وحتى في قيادات داعش في قيادات الجماعات الإسلامية المتطرفة الإرهابية المتعصبة في مختلف بقاع العالم هناك الكثير من الهاشميين يمكن أن يكون هذا المعنى أنا لا أقول ولكنني لا أقول بشكل قطعي ولكنني أقول هذه اللعنة الإعلامية قطعاً هذه لعنة إعلامية وسياسية أن الإمام إذا ما نشر رايته لعنها أهل الشرق وأهل الغرب قطعاً هذه اللعنة لعنة إعلامية ولعنة سياسية بيّنت الروايات لما لقي الناس من أهل بيته قد تكون هذه المضامين التي نتلمس كثيراً من تفاصيلها على أرض الواقع الذي نعيشه اليوم وقد تكون أشياء أخرى نحن لا نعلم بها وهنا أيضاً مجموعة من الأسئلة أقرأ سؤالاً منها وسؤال عن الرواية التي وردت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله إلى أن يقول إمامنا السجاد وهو يخاطب أبا خالد الكابلي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته الرواية التي ربما الكثير منكم يسمعها مني في البرامج والأحاديث التي أتحدث بها إلى أن يقول إمامنا السجاد لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة إلى آخر الرواية السؤال هو هذا كيف نصل إلى هذا الحال وما هي الخطوات المهمة في ذلك وهل المراد أن يكون عليه حال الفرد أو الأمة السؤال طويل أقف عند هذه الفقرة كيف نصل إلى هذا الحال الرواية تحدثت عن صورة وعن برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون ولكنه ما كان كان يفترض أن يكون المجتمع الشيعي بهذا المستوى من العقول والأفهام والمعرفة ما تصير به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة كيف نصل إلى هذا الحال؟ علينا أن نخرج العقل الشيعي من الزنزانة التي حبس فيها العقل الشيعي وأتحدث هنا عن العقل الجمعي عن عقل الأمة العقل الشيعي حبس في زنزانة ولا أثر له على واقع الأمة الشيعية فعقل الأمة صار عقلا مستقيلا من الذي حبسه في الزنزانة ذلك حديث طويل لكن قطعا قطعا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لها الحظ الأوفر في سجن العقل الشيعي في هذه زنزانة مع مساعدة الشيعة بأنفسهم على ذلك إذا أردنا أن نخرج من هذا الواقع علينا أن نغير العقل الشيعي من خلال تغيير مفرداته مفردات التفكير من خلال تغيير أساليب التفكير وكل ذلك لن يكون إلا باحترام العقل إن لم نحترم العقل لن نستطيع أن نغير أساليب التفكير ولن نستطيع أن نتعامل مع مفردات الفكر بشكل صحيح وبشكل سليم أعتذر عن بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى في فرص أخرى إذا ما توفرت هذه الفرص سأجيب على الأسئلة المتبقية وأختم حديثي في هذا اليوم الشريف اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سألكم دعا جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين الله سبحانه أمان وآله أمان أمان محمد وآله